كلميني شوية عن أحلام مراد. مراد قدر يحقق أحلامه ولا ما قدرش يحقق أحلامه؟ هو مراد كأنه عايش في واقع بديل. يعني أحلامه هو شخص بسيط جداً بيشتغل في وظيفة بسيطة في حياة يكاد لا يكون فيها أحداث يعني حياة بسيطة جداً. وهو فقد كتير من الحاجات يعني هو أو مش فقدها هو يعتبر تخلى عنها يعني حبيبته في الشباب ممته وجدته رفضوا أنه هو يتجوزها فهو خضع لكلامهم وبيعيش بالندم ده. هو بيفتكر حبيبته يعني هو وفق بعد السنين هو تجوز وبعدين طلق وكان نسيها. لكن في الفترة الأخيرة في حياته بدأ يستعيد أشباح الماضي. وإيه حكاية جنيات النيل؟ إيه جنيات النيل؟ مين هم جنيات النيل؟ ده كان بيشوفهم البطل؟ يعني ايه هو هقولك هو في كل نهر أو كل مكان بيبقى ليه الخرافات والغيبيات بتاعته. أيه. فنهر النيل من يعني مرتبط بغيبيات وأفقار وحكايات شعبية. آه زي نداها كده وزي حاجات كتير أطربنا عليها. بالضبط يعني مثلاً. وفرجل مسلوخ. يمكن الأفكار دي مش موجودة أو دلوقتي لكن مثلاً لحد الثمانينات والسبعينات كان فكرة إن فيه جنيات النيل. آه. إن النيل مسكون بجنيات. أي. فهي أفكار غيبية. أي. وإكتشفت إن كل أنهار العالم فيها أساطير مشابهة. يعني يمكن كنت لسه بقرأ رواية مؤخراً بتدور حوالي نهر في إنجلترا. فجأت إن هناك برضو عندهم إيمان إن فيه جنيات في الأنهار. فهي الفكرة في الفن إنك بتغذي هذه التفاصيل والأساطير وبتغذي منها تفاصيل فنية. يعني لأنها جزء من قناعات الناس أنت بتشوفيها إزاي ممكن الاستفادة منها فنياً. يعني فده موجود في الريف يعني وأظن موجود في السودان يعني فيه أساطير خاصة بتربط كل حوض النيل كل دول حوض النيل. إنه النهر كأنه شخصية حية. أيوة أيوة كلميني شوية عن المشاكل اللي وجهها البطل. طبيعة المشاكل أستاذة منصورة اللي كنت حابة تلقي عليها الضوء من خلال مراد بطل روايتك. والله هو الأساس هو مراد منعزل. أنا فجأت بعد صدور الرواية لبعض إن القراء بيعتبروا العزلة مرض. يعني كأن العزلة هي شيء مرض نفسي ما. في حين إن العزلة في النهاية بتبقى اختيار. يعني بعض الأشخاص بيبقوا هما طبعتهم إنهما انطوائيين ومش بيحبوا يبقوا موجودين. وأحياناً من كتر اللي شافوه من الناس بيفضلوا يعودوا لوحدهم بقى خلاص. وأحياناً يبقوا هما خجولين أو إنهما بيبقوا مرتاحين أكتر في الوحدة. مرتاحين إنهما بعيدة عن الزحام. فهنا ما بشوفش إنه ده يعني مرض أو مشكلة يعني. لكن مرادكة شخصية هو يعني عارفة مش باصص لنفسه قضحية. بالعكس هو شايف إنه هو شخص يعني مميز إنه هو بيشوف أشياء محدش غيره بيشوفها. إن هذه التخيلات وهذه التجليات هو شايف نفسه كشخص يعني مميز عن الآخرين. يعني مختار زي ما هو بيقول عن المختارين القلة المختارة. يعني بتشوف حاجات أبعد من البشر العاديين بيشوفوها يعني. وفي الآخر العلاقة انتهت بإيه؟ يعني علاقته بأمه و جدته حصل فيها إيه؟ لا يعني فكرة إنه هو دلوقتي بيكلم في أواخر حياته. فالأم غير موجودة والجده غير موجودة هم كظلال أو كمجرد ذكريات. يعني الجده متوفية والأم متوفية. وهو بيفتكرهم بس بيفتكر يعني بعض اللحظات المؤثرة في علاقته بيهم. يعني يمكن الجده هي والأم رحلت عادي لكن الجده هي وصيبت بخارة في الشيخوخة في نهاية حياتها. وكانوا بيبصوا لها إنها شخصية مجنونة. يعني فهو بيفتكر ده يعني بيفتكر التفاصيل الخاصة بنهايتها. ترجمة نانسي قنقر